اشتركوا في القناة الكلينت والسيرفر انهما يتواصلان مع بعضهما بشكل مباشر وبينهما خصوصية ولن يشعر بوجود المخترق في منتصف اتصالهما المخترق قد يكتفي بالتنصط والحصول على نسخة من البيانات اللي بيتم تبادلها او قد يقوم بالتعديل على البيانات هجمات شخص في المنتصف تنفيذها قد يكون بسيط جدا الى معقد جدا ولكي يحقق المخترق هجوم شخص في المنتصف فهو سوف يستعين باحدى البروتوكولات والتقنيات والتي بطريقة غير شرعية يجعلها تقوم بادخاله في منتصف الاتصال وهذه البروتوكولات هي مثل الـ DHCP الـ DNS وغيرها والتي من خلالها بيستغل ثغرات موجودة فيها بحيث من خلالها يتم ادخال المخترق الى منتصف الاتصال مثال على ذلك مع بروتوكول الـ DHCP والذي يقوم بعملية توزيع اعدادات الـ IP على اجهزة الشبكة بشكل ديناميكي لو تمكن المخترق من اضافة DHCP سيرفر غير شرعي يعني غير مصرح به في داخل الشبكة يكون تابع له او تمكن من اختراق الـ DHCP سيرفر الموجود في الشبكة وجعله يقوم بتوزيع الـ IP آدس الخاص مثلا بالبوابة الافتراضية الراوتر بدلا من عنوان الراوتر الحقيقي يتم وضع وتوزيع عنوان الـ IP الخاص بجهازه المخترق وبذلك الاجهزة في الشبكة عندي عندما تريد الاتصال بالشبكات الخارجية او الانترنت فسوف توجه اتصالاته الى جهاز المخترق على اساس ان هو الراوتر وجهاز المهاجم اما ان يحصل على نسخة منها ويقوم باعادة توجيهها الى الراوتر الحقيقي في الشبكة ومنه الى الانترنت بحيث يظل الاتصال يعمل ولا ينقطع بحيث لا يحصل هناك شك من قبل المستخدمين بوجود خلل او ان يقوم بالتعديل على البيانات قبل اعادة توجيهها الى الراوتر الحقيقي او ان يقوم بحذفها وعدم السماح بارسالها نفس الفكرة مع الارب ولكن بدلا من تزوير الـ IP address يتم تزوير الماك address الخاص بالراوتر الحقيقي ليصبح الماك address الخاص بالراوتر هو جهاز المهاجم وبما ان الـ layer 2 switch او الـ switch الذي يعمل على مستوى الطبقة الثانية هو فعليا بيتعامل مع عنوين الماك address فسوف يتم توجيه البيانات الذاهبة الى الراوتر رح يتم توجيهها الى جهاز المخترق اما مع الـ DNS والذي يقوم بتحويل اسماء المواقع والاجهزة الى عنوين الـ IP التي يقابلها هنا يقوم المخترق باختراق الـ DNS وتزوير الـ IP address مثلا الخاص بخادم الملفات بحيث عندما يريد المستخدمين تخزيم ملفات على خادم الملفات فسوف يتم توجيههم الى جهاز المخترق والذي سوف يجعل جهازه شبيه بشكل خادم الملفات اذا كما نرى يتم استخدام تقنية او بروتوكول هو فعليا هذه التقنية او البروتوكول هي مش من التقنيات او البروتوكولات المستخدمة في تنفيذ عمليات هجمات امنية ولكن هو بيستغل وجود ثغرات فيها ومن خلالها بيتمكن المهاجم من ان يدخل في خط الاتصال فيما بين طرفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر